الفاصل ده يعني عرفت ان المزارة التاسعة رحت لمساحات تانية واماكن تانية وطبعا وبرده زي ما معلوك ان الاخوان المسلمين قال انهم يعني هم اعلنوا ده ومو اعلنوا معروف وعلى الموبايلات بوصل لكل الناس انت باكتك رسالة على الموبايل ولا على اسمويل بتاع الاسمويل بلاكبير بلاكبير ده وده في حالة تانية بتوصل ببعض واضح نوم هو ده اللي مستخدم بلاكبير ده انا ما عرفوش اصل يعني على اي حال يعني ففيه فيه زي ما بقوله فيه النهاردة التساعة كان الناس بتتصور نحبه فيه هدوء النهاردة يعني تنييزا لبكر نعم المسائل يبدو ان فيها حالات كتيرة يعني فهو انا زي ما بقول ربنا يحمي مصر يعني ربنا يحمي مصر ويحمي كل الناس ويحمي اللي بيزهر ويحمي الامن ويحمي الدنيا المسألة ما تتحولش الحكاية تانية بس تبقى في إطار انها تتحولش الحكاية وفي نفس الوقت ربنا يعني سمعنا خير كده ونسمع خبر من الحكومة إنه يبقى فيه حالة عن أي موضوع يعني يبقى فيه حكاية يقوله إنه ده كذا إنه ده كذا إنه ده كذا ويمكن كلام ده اللي قاله النهاردة سيد رئيس مجلس الشعب الدكتور فاتح سرور وكلام اللي هو يعني المنطقي خير يعني مش شاء لأنه يبقى فيه ناس بقى قاله ثلاث ايام وحد تسمع حالة برضو حالة طبعا أنت بتقولي لي أنا كواتينا يعني أنا عايز أتكلم عن السكواش وانت عملت أنت في بطولة فرنسا فوست على بطل فرنسا ولاية العاشر العالم كمين اسمها كمين باين؟ آه كمين آه هل دي نقدر نقول لي دي نقطة تحول دي شاهدة ملادة تعملتلك في السكواش يعني أو نقطة حالة أنت طلقتي من حتة لحتة يعني دي ممكن عشر البطولة دي كانت ترتيبي في نمرة 9 البطولة وانا أنا قدر أكسبها وأكسب كمين لين من عاشر العالم دي ديتني سخة وعرفتني أنا مشتوى كويس وانا ممكن أنا نفس في من أحسن عشرين على العالم يعني مم مم وانت كلامك قليل كده تقولي كنت دي أعادة يعني ولا ولا أنت عاملة فيها يعني 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 في البيت ما مش مكنة كلام يعني لا لا هما كلمتين كلمة ورد غطاها أقول لا رأيك عن متاعدة تقولي والحياة كده أحسن أنك وهو كده خلاص نحن صعدناها كمان عندنا إن شاء الله كاس العالم في مارس بإذن الله هيبقى في الهند والأول مرة يعني اللاعبة تحت 17 سنة بنصعدها مع الفريق الكبير لأن البطولة دي النظام بتاعها بيبقى ولدين وبنت فعنا معنا رامي وكريم ومعهم شبانة ودين رانيمي الوليلي ومعهم طبع النور فإن شاء الله نحاول نرجع بكاس العالم ويكون ليعفة إن شاء الله فرصة كويسة إن شاء الله طيب وأنت يعني أنت بردو في بطولة قطر بردو أخذت لمنية في سكتك يعني أمنية الرابعة على أمنية خبرة كبيرة جدا إيه اللي حصل إيه اللي حصل في المطش هتقولي أنا فست أه ما عرفش لأن مطش صعبة لما عمي بتخيل أنا ممكن أكسب أمنية أنا أمنية أمنية بتفرج عليها من زمين من أيام من أنا كنت صغيرة وهي كان لسه تكسب تصغير غردقة ليسه بالحمد لله بتكسبها بس فإن أنا أكسبها دي كانت مفاجأة من أسبوعي لسه بغاية بقتي مش مستوى بأن أنا كسبت أمنية في حياتي طيب عايز أقول أنت في الملعب لديك هدوء يعني كدا ولا من نوع العصبي آه أوه أو لهست الج qualité الؽ tract دقاء عصبيتي الجва بحاولة خليها الجوه عشان ما يأسرش علىها طيب لما لوحد بيختازن عصبييته ما تأسرش عليها لما بلحد إيه لما بيختازن عصبييته ما تأسرش عليها آه مش عصبيه قوي يعني بس겠다 انما إنت يعني أنت عندك الهدوء يعني آه موحي مهم أو في لعبات الفردية موحيم حضرتك في نهاية بطولة انجلترا كانت خسرانا عشر أربعة مع اماندا صبح بطلة العالم وخدت الجيم 12 عشر ثمان كورة ربعض يعني ثمان فرص البنت وخدت شوال فرصة منها وخلصت الجيم بطريقة جميلة كان بتلعب على نقطة لعبة حلوة ما هيدي العصاب مش كده؟ طب انت شاعتها وحييلي شعورك لما احنا وصلنا عشر اثنين ماين؟ كانت خسران عشر أربعة فانت عشر أربعة يعني نقطة واحدة هتاخد البطولة فانت أكيد كانت معاها السيرف وقسرتي وخدتينتي بقى وابتديتي يعني لا فكرت فيه ان انا قلت ان لو هتكسب وكورة دي تكسبها بصعوبة فحاولت ما ضايعش حاولت تركز حطيت كورة تركيزي في كل كورة عشان لو هتكسب وكورة تكسبها بصعوبة بس فالحمد الله كان في كذا كورة صعبين جدا يعني فالحمد الله انا قدرت أكسب يعني اكت المسألة انك ركستي يجاب عبول ومخفتيش ومحستيش انك استسلمتي مسألة ضايعة بقى وخلاص وانحا عوح في ايه يعني يعني ساعات الواحد يقولي نفسه كده ما بالضبط اه كتير بفكر كيه بس بس تعلمته دلوقتي انا لازم افكر ان انا ما استسلمش في اي كورة حتى لو كانت اخر كورة في الموت صعوبين وده ماتش ايه ده المحدود ده ده ماتش في خطر مع دي نمراء دي النمراء نمراء ستاشا عالم جوال كينج من يزاندا دي ماتش في خطر حمد الله كسبته كسبتين ودي اماندة صبح اماندة دي كنت لابسة نضارة دي ولا ايه ده اما لازم في النشاية نلبس نضارة عشان احشان مدارب الحلوذية اممم وهنا بقى ده شغل بقى اللي بتستعرض انت بقى عشرة دي بتلعب بطريقة فنية يا علي اوبرينبي لازم تخلص الماتش بكورة صعبة يعني في انجلترا في اخر كورة انا ما اللي حطيتها فعلا خلت الجمهور كلها عدي سقف اكتر من عشر داي حطت دروب كده بطريقة سكرو كده كورة يعني قادت تمشي في الهو اصبع نور اه ده اقولي ان وانت بتلعبين انت بتفكري يعني تب بتفكري دي صورتك مع هنا في نور نيك ماثيو فداف لما انا بس طريقة جايزة ده بطل عالم نيك ماثيو وطل انجلترا حاجة حلوة لما لاحب يبقى بيكسب لهم بطريقة شئ جامل مش كده حاجة حلو جيب لان اه يعني حاجة شعور حايل وصوص ده طب نفسك في ايه البقى اللي تعملي التاني في السكواش ولا مبارسة في السكواش يعني في السكواش نفسي يعني انا ذاتي بقيت من احسن عشرين في العالم نفسي اقدر اوصل السنة دي ان انا ابقى في الطاب تن وان شاء الله بعد كده والسنة الجاية دي بقى الترجل بتاني انا ابقى اخوش احسن خمسة انا وبالغاية ان شاء الله ما اكسب لدي كل دي بده ان شاء الله وانت احسن ان كنت الاوراكس بتتقدري تعمليه نا ان شاء الله عشان انا في قطر عملك لا عمدتش جامد حمد الله فحاس ان انا ممكن اكسبها ان شاء الله مش غرورة بس ان شاء الله ممكن اكسب فراي ايه الان عاشت ايه امير عشان تعمل ده اا شوية انا قونا بس الفيزيك الفيتنس بتاعها شوية لان هي مهوبت جدا ويعني فنياته اعلى من اللياقة البدانية بتاعتها بس مع السن ومع الوقت إن شاء الله يعني في خلال سنتين أنا متوقع أن هي تبقى قبل كده يا شوية يعني بتقول في خلال ثلاث سنين تبقى نعمر واحد أنا بإذن الله بإذن أنا متوقع أن هي مع شوية يعني نرفع شوية معضلة للاقة البدنية عايزة تلعب ساعتين ونص مسلا دوم خمس بماتي بساعتين ونص لعملنا ده نقدر لعملنا الفيتنس بتاعنا أن نعمل ساعتين ونص وأنا عادي موهبة في المهم محاجة حايفة الدمي بقى نقدر نعمل ده مرتبة في حياتها كلها طيب من ثاني نقدر نقول ماشيين إزاي في اللوف مع نور مع نور إن شاء الله بإذن الله ترجع بسلامة نور الشربيني عملت عملية فرق وبيتف بإذن الله في بقى كنزي الدفراوي وفيه طبعا نوران التورك وفيه سالمهاني وفيه يسرب وفيه النشاء تحت 15 سنة ممتازين جداً لهم طبعا مريم متولي وسلمهاني سامعي من ليل عمر ونوران جوار لأ عندنا الحمد لله يعني كاعدة كبيرة من البنات إن شاء الله يكملوا ويقدروا يعمل يعني نور بقى تطلع بهم إن شاء الله تاخد في الضغط العالم لأنها تبقى فردي وفرق في مصر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شد حيلك يا رب اللي عد شد الفاصل